الإسلام دين عباسي دين جرى اختراعه في الفترة العباسية والسؤال لماذا جرى اختراع هذا الدين وهل أن هذا الدين يختلف عن الدين الذي ظهر في مكة والمدينة حسب الرواية الإسلامية قبل ذلك بقرن ونصف هذه الأسئلة وغيرها مثل من هم العرب ولماذا هم ليسوا جنسا محددا وهل من الممكن أننا نعتبر كل من كان في الجزيرة العربية من العرب هل من الممكن أن تكون هذه المسألة معقولة أيضا هناك سؤال آخر لماذا قررت السلطة الحاكمة أو مجموعة من الحكام الذين دعوا أنهم غزوا هذه البلدان حاملين دعوة دينية لماذا قرر هؤلاء أن يخترعوا دينا جديدا أو أن المؤسس الأول لهذا الدين حسب الرواية الإسلامية هو الذي قرر اختراع هذا الدين أو القول بأن لديه دينا جديدا مختلفا عن الأديان الموجودة في زمنه لماذا رفض الدين المسيحي الموجود ولم يقل أن لديه مذهبا مختلفا لماذا رفض الديانة الحاكمة الزراجشتية ولم يقل أنه جزء أو فرع أو تنويع لها ما الذي دعا هؤلاء جميعا إلى تأسيس دين متماسك له أركانه وعقيدته وفقه وقضاءه وله شيوخه وأمته الذين ظهروا خلال نحو ثلاث القرون حتى اكتمل لاحقا في العهود المتأخرة للدولة العباسية هذه الأسئلة وغيرها يعني مرت بي وأنا أعود من العمل إلى البيت سائرا على قدمي وقررت أن أشارككم بها مع اعتزازي واعتداري لأن هناك بعض الأصوات التي حدثت عدناء سيري في الطريق بسبب حركة السيارات فأتمنى أن أسمع رأيكم في هذا الموضوع الذي أعتبره حساسا وأعتدر لأنني لم أخرجه بالطريقة المناسبة ألم أن مصادري هي مصادر تتعلق بأغلبها من مصادر المعروفة لدينا جميعا هي التاريخ الطبري تاريخ الإسلام كتب الأساسية بالتاريخ الإسلام أيضا من الفكرة أن العرب من هم العرب استمدتها من عدد من البحوث خاصة البحوث الخاصة بالمستشرق أو الباحث في اللغات القديمة لوكسنبورغ وهو لم يقل ما قلته لكنني من خلال المعلومات التي وفرها حول الموضوع استمدت بعض أفكاري فكونوا معي يتحدثون كثيرا عن وجود إسلام وأن هذا الإسلام هو دين عظيم وصحيح وكبير وعريق وموجود في اللوحة المحفوظ قبل خلق البشرية وخلق العالم والكون بأكمله هذا كلام إطنابي وتبجيلي وترويجي وتوجيهي يحاول أن يقدم قضية أو مبادئ تجتمع عليها الناس من أجل إدارة شؤونهم والتحكم بها تسييرها والسيطرة عليها هذا أمر مفهوم لكن في الحقيقة عندما نأتي إلى التاريخ مرجعيات هذا الدين أو أي دين مؤسسات دين شمولي تعبير إيريك فروم نجد بأن هذا الدين جرت صناعته بطريقة معروفة وليس طريقة غامضة ولا نعرف تفاصيلها هذا الدين الإسلام هو فكرة بسيطة جدا من بين عشرات الأفكار في ذلك الزمان هذه الفكرة نجحت بأن تمتلك الحكم أو أصحاب هذه الفكرة نجحوا بامتلاك الحكم والسيطرة على كراس الحكم ولا نعرف الظروف التي حدثت في ذلك الأوان البعيد جدا والذي لم يترك لنا وسائقة كافية لكي نحكم عليه بطريقة قابلة لعقلنا أو التعقل أو التصديق تصديق على خطوطها العامة على الأقل حتى في هذه المسألة جرى تأتيم شديد عليها وهذا مفهوم لأنه من يخترق شيء جديد يحاول أن يطمس الأثار التي أسس عليها هذه الأشياء الجديدة لكن لا ينتقد أو ينسب إلى ما سبقه بطريقة أو بأخرى فكان الحل أنه ينسبون أنفسهم إلى القديم ولكن يقولون أن هذا القديم هو ليس القديم الصحيح أن القديم الموجود هو موجود لكنه مخشوش ومحرف ولا يمكن أن نعتمد عليه ولدينا الأصل وهذا الأصل هو القديم الفكرة هي عندما تحكم أنت لابد أن تقول للآخرين أنك أتيت بشيء قديم وأن الناس انحرفوا عن الطريق الصحيح وأنت أتيت لكي تعيد الناس إلى الطريق الصحيح وأن المبادئ التي يؤمنون بها لم يحسن القائمون عليها أو المسيطرون عليها تنفيذها أو استعمالها أو تطبيقها فبالتالي أنت تكسب رأي الناس بشكل أو بآخر وتقول لهم أنا لم أأتي بجديد إنما هو القديم نفسه لكن أنا أجرى عملية تصحيح وهذا مسألة منطقية ومعقولة لأن أنت ليس من منطقي أو الواقعي أن تأتي إلى الناس وتقول لهم كل ما لديكم سابق لا قيمة له كله خطأ في خطأ ويجب أن نبدأ من الصفر من جديد هذه مسألة صعبة جدا بل مستحيلة لا بد من أن تؤسس على الماضي وإلا فأنت ستخسر كل شيء وهذا ما يفعله كثير من الحالمين بالتغيير الراديكالي الفوري وهذا لها علاقة بأنهم غير واقعيين ولا يفكرون بطريقة عملية وهذا ليس انتقاد لهم لكنها كل الإنسان وطبيعته واسلوبة في التفكير عموما فكرة أنه هناك دين اسم الإسلام دين موجود منذ القدم هذه فكرة غير موجودة وغير صحية لكن هذا دين جرى اختراعه وتأسيسه لفترة طويلة ولم يكن بالصورة التي وعليها فعندما تأمل في الدين في الفترة العباسية في منتصف الجورة الفترة العباسية عندما نذهب إلى القرن العاشر الميلادي أو القرن الثالث والرابع الهجري نشعر بوجود دين دين وهذا الدين كان في ريعان شبابه وفي قمة نشاطه وحيويته وكان يحاول تأسيس دين حقيقي متكامل له أركانه وله عقائده وله نصوصه وله مصادره المحققة المدققة وهذا الصراع استمر حتى نهاية قرن السادس الهجري حتى زمن ابن تيمية وما بعده هذا هنا ختم أمر هذا الدين وأصبح دينا راسخا وحاكما ومهيمنا على الجميع وأصبح هو الخلفية الثقافية الخلفية المعرفية التي يقيم عليها الناس أفكارهم ورؤاهم وتصوراتهم عن أنفسهم وعن العالم وعن الجماعة التي ينتمون إليها أو التي لا ينتمون إليها هنا بدأت الحدود واضحة بين جميع الشعوب والجماعات طبعا الصراعات تبقى موجودة هذا موضوع آخر لكن الحدود بدأت تتضع بين الآخرين الحدود ليس العشارية ولا القبائلية الملكية أو الامبراطورية إنما الحدود الدينية لأنها كانت الحدود التي نجحت شعوب المنطقة في أن تؤسس شيء مختلف عن تأسيس القطيع العائلي والذي هو يتعلق بالقبيلة والعشيرة والعائلة والأسرة هذا تجاوزوه وأصبحوا بحاجة إلى رابطة أكبر من هذه الرابطة وهي رابطة الثقافية وليس الرابطة البايولوجية وهذه ميزة الإنسان أنه انتقل من الرابطة البايولوجية العائلية القطيعية وتحول إلى رابطة أخرى بديلة هي رابطة الثقافية وهذا نمط من أنماط التطور الثقافي الذي لجأ إليه الإنسان عندما نمى عقله وازداد حجم دماغه هذه كلها مفهومة لكن التطور الثقافي أصبح على شكل تطور ديني تطور الديني هذا في صعيد الإسلام الإسلام هو حصيلة صراع شديد بدأ منذ أيام الدولة البابلية والدولة الآشورية تحديدا هذا الصراع بدأ بشكل حاد تبدأ من قصة إبراهيم الخليل ولو هي إبراهيم الخليل يعني يجي من الفترة البابلية القديمة الأهد القديم زمن حمورابي وهذه المنطقة هذه الفترة يعني حدود 1800 1800 قبل ميلاد يعني الأحداث كما تعرفت عليه الباحثون أنهم بدأت منذ تلك الفترة بخروج إبراهيم الخليل حسب الرواية المعروفة هذا الخروج هو أسس لفكرة وجود مرجعية أكبر لهذه الجماعات الموجودة في تلك المنطقة المنطقة المحصورة بين الفرات والنيل تحديدا فرات شرقا وشمالا وأيضا النيل غربا وجنوبا اليمن كما تسمى السعيد والتي لم تكن فيه من الأيام سعيدة على الأطلاق على كل حال هذه المنطقة شهدت شعوب كثيرة جدا ولكنها تمتلك صفات مشتركة تختلف عن الصفات التي تمتلكها الشعوب الأخرى ومنها الشعب المصري وأيضا الشعوب الآرية الفارسية العلامية وأيضا الشعوب الطورانية التي تسكن في ما وراء أرمينيا وبحيرة وان وأيضا في الجهة الأخرى الشعوب اليونانية والتي كانت تشغل جزء كبير من تركيا الحالية هذه المنطقة كانت تسمى في رأيي أو بحسب مرجعية حسب ما توصلت إليه بأن هذه الشعوب كانت يسمى كل الناس الذين أشعرون فيها ما تسمون بالعرب أي الغرب وهي أصل كلمة هي الغرب وأوروبا أيضا تعني كلمة غرب أوروبا غرب غرب فهي أصلا أوروبا تعني الغرب أي أن كل ما هو لا ينتمي إلى الدولة الرومانية أو الإغريقية أو البيزنطية لاحقا أو الأثمانية لاحقا كل هؤلاء يسمون أعراب وعرب حتى الذين يعيشون في مناطق جنوب العراق هؤلاء يسمون عربا فهي ليست وبمعنى أن هذا لا يعني أن هناك جنس أو شعب اسمه الشعب العربي هذا كان نوع من التضامن أو الفكرة التي تجمع هذه الشعوب وقالوا نحن عرب أي نحن الذين لا ننتمي إلى الفرس ولا ننتمي إلى الطورانيين أو يعني أحفادهم القدماء الحوريين وغيرهم هذا إحنا ننتمي إلى هذه المنطقة ونعتبر أنفسنا عربا ويست أطل هو الأصل التسمية الآخرون أسمونا عربا الأشهرين أطلقوا على سكان هذه المناطق بالعرب ومعنى أنه كل ما من هو غير آشوري هو عربي بالضرورة أي أنه هؤلاء الذين يعيشون في المناطق المفتوحة وليس الذين يعيشون في المدن الرئيسية المدن الرئيسية دائما يسكنها أناس من الشعوب المعروفة التي هي مثلا الفرس أو الآشوريين أو البابليين أو أيضا المصريين يعيشون في مدن أيضا اليهود يعيشون في مدن لكن كل من هو أو الرومان يعيشون في مدن وهكذا كل إنسان لا يعيش في المدينة أو يعيش في الريف يسمى من الأعراب وهناك بعدني يعني لم أفصل بين هل أن العربي هو الذي يعيش في الصحراء أو يعيش في المناطق المفتوحة أو الذي يعيش كفلاح ويزرع ويحصل أعتقد في رأي أنه كل إنسان لا يعيش في المدينة هو يسمى عربي أي أنه يعيش في الغرب أو في مكان ما في جهة ما لكنه لا يعيش في سنتر مدينة أو مركز المدينة في الفكرة الرئيسية لقد قلها أن الإسلام هو ممثل هؤلاء لماذا أصبح الإسلام هو ممثل هؤلاء جميعين لأنه تراث الأساسي كان موجود للمنطقة لشعوب هذه المنطقة المدون هو التراث النبطي اليهودي اليهود فضيلتهم أسسوا تراثهم على النصوص مكتوبة وهذه النصوص أصبحت تنتقل بين الناس وأصبحت أرضية المعرفية والدهنية والأسطورية في كل المواصفات أصبحت هي أصبحت شيء الذي لا يمكن التخلي عنه صحيحة أصبحت نصا حاضرا في كل تفاصيل الحياة نصا قدم لك صورة للكون والعالم والإنسان والآلهة والصراعات التي بينها هذا النص كان لا يمكن تخلي عنه ولا يمكن أن تجد له بديلا كان ممكن أن تجد له بديلا مثلا في فترة مبكرة أو قديمة من التاريخ للأسطورة إنوما إليش أو قلقامش وحتى هاتين الأسطورتين هما متضمنتان جراء اليهود خاموا ب ليس انتحال هذه القصص إنما هما جمعوا كل قصص المنطقة ووظفوها في نصهم الديني الأساسي وهو التوراة والتناخ بشكل كامل فعندما أتى الإسلام أو ظهرت جماعة وسيطرت على هذه المنطقة من أبناء هذه المنطقة نقول قبيلة قريش بغض النظر عن أصلها في مكة أو في الشام وهو طبعا هي في الشام أصلها أوبما حتى ظهورها الأخير وليس في مكة أنا أعتقد مكة هي مكان جراء اقتراحها لاحقا لكي يبعد الأنظار عن أي مدن أخرى مثل أورشليم وروما وغيرها فكان اختيار هذا المكان لكي لا يجري بعد ذلك محاسبة أو تدقيق في مرجعية هذه المدينة فقالوا هذه المدينة وأسسوها واختفت الدلائل أو هي أصلا الدلائل الخفية على وجود مدينة اسمها مكة وهو جرى اقتراحها لأنه لا تستطيع لأنك لا تستطيع نفيها هي مثل فكرة الله مكة مثل فكرة الله إنه هناك مكان ظهر فيه النبي وهذا النبي تنبأ في هذه المدينة المدينة غير موجودة والنبي أيضا ربما غير موجود والحكاية بيأكملها غير موجودة والإله الذي تتحدث عنه غير موجود فكل هذه المسائل غير قابلة للتأثير كما قلت الإسلام ظهر في هذه المنطقة ليس لأنه كان شيء موجود وحاضر منذ اللحظة الأولى لا القضية أنه كانت كرة بسيطة قائد روحي وأيضا قائد عسكري وسياسي ظهر في مدينة ما أعتقد مكة تسمى مكة أو معكة لا يهم الآن الموضوع التاريخي المهم ظهر هذا القائد وهو هناك دلائل قوية جدا على وجوده فعلا لكن ليس في الصورة التي نرسمها حوله حاليا أو التي جرى ترويجها أو تأسيسها لاحقا المهم هذا القائد استطاع أن يبني دولة صغيرة له تسمى في مدينة مدينة يثرب وهذا شيء أعتقد يعني لا يقبل الشك كثيرا يعني هذا القائد أنا في رأيي أتى من مكان آخر مهاجرا لهذه المدينة واستطاع أن يكون حاكما فيها في رأيي أن هذا الحاكم هو قدم من مدينة مناطق الحيرة وممثلا يعني ممثلا للمناظرة أو شيء من هذا القبيل فيها تلك المناطق أو من جذور مسيحية معارضة للمناظرة وأيضا للفورس بطريقة أو بخرة هذه المدينة كانت حاف يعني تقريبا مدينة نصفها من اليهود أو هي المدينة أصلا مدينة يهودية لكن المدينة دخلت فيها عشائر الأوس والخزرج وتمكنت من الحضور بالشكل الكثير داخل هذه المدينة وتحالفوا مع اليهود بعد معارك طويلة قبل وصول الرسول بقرون أو بقرن تقريبا حسب الروايات التي ممكن للجميع أن يطلعون عليها القضية الآن أن هذه الفكرة كانت فكرة بسيطة وقائمة على مسألة بسيطة هناك اله وهذا اله يجب أن يطيعه الجميع وكفانا خروعا لآله متعددة هناك اله واحد وهذا يجمعنا جميعا وهي فكرة توحيدية فعلا وفكرة صحة يعني عمليا الناس دائما يبحثون عن أي وسيلة لأن يتوحدوا تحت راية واحدة فكانت فكرة جديدة على هذه الشعوب في هذه المنطقة وهي أن هناك إيمان مشترك يجمعهم جميعا بغض النظر عن الانتماء العشائري والقبائلي هذه الفكرة كانت غير مطروقة سابقا بين هذه الشعوب إلا الفكرة اليهودية ولهذا أن هذه الفكرة اليهودية لم تكن مناسبة لهذا الشعوب لأن اليهود أصلا هم يرفضون حضور أو دخول الآخرين إلى دينهم وهذا الذي حاول الرسول فعلا حسب الروايات المنقولة وهذا الرفض تمخذ عن ظهور أجبره على أن يظهر بدين جديد في المدينة ولم يكن بالإمكان أيضا أن يحسب نفسه على المسيحيين لأن المنطقة كانت مسيح يحودية يعني قريبين اليهود المسيحية ليست المسيحية في ذلك الزمان في مناطق الشام خاصة واليمن والجزيرة حتى العراق لم يكن هذا الدين بالمعنى الذي نحن عليه أما هذا الدين المسيحي ينتمي تحت حماية الفرس أو تحت حماية البيزنطينيين فكان لا يستبغ بالصبغة العربية بأي حال من الأحوال هذه المشكلة جعلت من محمد دائية أو نبي إلى دين جديد لأنه تلقائيا لا يستطيع أن يكون ضمن الرومان لأنه أصلا الدين الروماني موجود وهو معارض له والدين المسيح أنا لا أعتبر الدين من أديان المنطقة إنما دين هو خلطة يونانية إغريقية هيلينستية على سوريا شامية شمالية شمال سوريا على رومانية فهذه الخلطة هي خلطة ليست إذا صح التسمية خلطة عربية وأيضا الفرع اليعقوبي والنسطوري والارثودوكسي بشكل عام القبطي هذا أيضا لا يعتبر من نتاج المنطقة لأنه خرج من الرحم النموذج البوليسي البوليسي الرسول وهو نموذج فيه خلطة أيضا رومانية إغريقية فلسفية وهذه غريبة على المنطقة وبقية غريبة على المنطقة حتى لحظتنا هذه اللي أريد أقوله بأنه الإسلام كان ظهوره حتميا لأنه أنت تمكنت من السيطرة على المنطقة من إيران إلى مصر وهذه المنطقة تقتنها شعوب عربية أو عربية ليس بالمعنى الجنس العربي إنما شعوب ليست فارسية وليست بيزنطية وليست رومانية ولا يونانية هذه المنطقة لأول مرة تشهد سيطرة قبيلة عربية أو جماعة عربية أو مجموعة من الأعراب سيطرت على هذه المنطقة بالتالي وفي وقت كانت فيه الفرس والبيزنطيين في أضعف حالاتهم بسبب المعارك التي أنهكت الطرفين فكان ظهور هؤلاء هذه ظهور حدث تاريخي لم يسبق له مثيل منذ أيام الإسكندر ومنذ أيام كورش عندما احتل بابل وأسقط الإمبراطورية بابلية الأخيرة هذا كل أنتج سلطة سلطة استلامت مقارد الحكوم لكنها لا تستطيع أن تكون لا تستطيع أن تؤسس عقيدة جديدة على أساس العقيدة الرومانية البيزنطية لأنها أصلا هي معارضة لها وأيضا لا تستطيع أن تؤسس على العقائد الفارسية الزرادشتية المجوسية ولا تستطيع لأنه هي حكمت باسم شعوب هذه المنطقة السامية ذا صحة التسمية أو الذي جرى التعارف على هذا الاسم لكن فبالتالي كان ظهور الإسلام وتطويره وصناعته كانت مسألة لا مبدة منها صناعة النبوة نفسها صناعة الإسلام صناعة القرآن صناعة الأحاديث هذا كلها جرت عمليات جرت صناعتها بشكل دؤوب وكلنا نعرف هذه القضية لكنها لكننا ماذا نفعل نفعل نشاهد النتائج النهائية ونعتقد أن هذه النتائج النهائية هي المقدمات وهذا سبب الخلط الكبير الذي دمر تاريخنا والذي جعلنا لا نفهم هذا التاريخ وجعلنا دائما نبدأ من المشهد أو الصورة الأخيرة وهذا خطأ كبير جدا واستراتيجي وهو سبب المشاكل كلها التي نحن فيها علينا أن نفهم ما جرى بهذا الطريق الله بالنسبة بهذا المعنى ليس إلها خارج الكون ويتحكم بكل شيء لا هو بعبارة أخرى هو الصورة التي يتخيلها الجميع للحكم والوحدة التوحد فيما بينهم فبالتالي لا إله إلا الله فمعنى أنه ليس هناك نموذج أو حكم آخر إلا لله معنى أن هذا الحكم هو الحكم الوحيد الصالح وصحيح فبالتالي الله لا إله إلا هو هذا كالعالم دقيق ولكن بأي معنى عندما نفهم كلمة الله أو إيقونة الله هي مو بأتبار هناك كائن هو على طريقة وبعد ذلك صارت الصراعات بين النموذج السلفي أنه هو شاب أمرد الله شاب أمرد وأيضا النموذج الماتريدي أو الأشعري وأنه خلطة بين يعني ليس كمثله شيء هذا الخلط بعد ذلك تحولت إلى مسائل بسيطة يعني عقائدية جرى استهلاك داخل السردية الإسلامية ككل لكن في الحقيقة بيكمل عملية هو الله هو شكل من أشكال الحكم أو مصطلح يقال لكي يعرف الجميع أنه هناك سلطة كبيرة وقدما يقول يا الله معناتها أنا منتمي إلى هذه الجماعة إلى هذه الدولة إلى هذا الإله وهذا الإله هو رمز الدولة ورمز السلطة فعندما الآن في وقتنا الحالي عندما يقول أنا تحت حكم القانون معنى أنا تحت حكم الله بنفس السياق يعني هي الكلمة معنى نفسه فعندما يقول الإنسان قديما حتى وضح الموضوع يا الله أو حتى المؤمن المعاصر يا الله وأنا راضي بحكم الله فهو معنى المعاني مثل الغربي الآن عندما يقول أنا خاضع لتحت حكم سقدم نفسي تحت حكم القانون فهذا المعنى المتضمن في ذهن أي إنسان حتى الإنسان المؤمن الآن عندما يقول أنا راضي بحكم الله وما يفعله ويقرره بحقي فهو لا بد أن يقول هذا لأنه لا يستطيع أن يقول أنا متمرد على الله أو على الدولة أو على السلطة أو القانون فهذا شيء لا يجوز هناك الفرق بين المفهوم الحديث للقانون القانون الآن هو قانون وضعي لكن قانون الإله كان يكتسب شرعيته باحتبار بأنه قادم من السماء كما يقدم المطر ويسقط على رؤوس الناس ويسعفهم فهذه هي الفكرة الأساسية بالتالي الإسلام ظهر على هذا الأساس وجرت تطويره ووصل لحده الأقصى في زمن ابن تيمية وبعد ذلك توزعت مدارسه وشعبه وتشعباته وتياراته وحركاته على هذا الأساس فبالتالي عندما تجي تتحدث عن الإسلام فالإسلام شيء مصنوع حال وحال أي شيء آخر بالتالي عندما نأتي إلى الوقت المعاصر علينا نفهم بأن هذا النموذج لم يعد نافعا لنا وليس أنا أقوله ليس لأنني أقف موقف مضاد من الإسلام الذي جرى توريثه لنا إنما أقول أنه لا بس اصنعوا إسلاما جديدا مثل ما صنعته القديم اصنعوا إسلاما جديدا قائما على نصوص مقدسة أو غير مقدسة لا بأس هو دائما هناك شيء مقدس ما أو محترم بطريقة وبأخرى لابد أن يتفق عليه الجميع فهذا الإسلام كان هو السقف الذي ترى تأسيسه بين شعوب المنطقة وسقف وأرضية فكرية وبرادايمية هذا صحة التعبير أو قالب قالب فكري وذهني وجماعي هذا القالب المعنوي كان هو الأساس الآن ممكن نبدل هذا القالب ونغيره والآن هو القالب موجود هو القالب القانوني الذي يقيمه مفكرون وكتاب ومثقفون وسياسيون ويؤسسون من خلاله دستورا قائما على الدراسات الألمية والمناهج الألمية وأيضا على الواقع الظروف الموجودة وليس على افتراضات إلهية وغيبية هذا الأمر أصبح معيبا لأن إنسان تطور ولم يعد بالإمكان أن يبقى على النسق الفكري أو المعرفي القديم يجب أن ينطرق من نسق جديد لأنه هي تغيرة الأمور وأصلا هو النسق القديم كما قلت ظهر وتنشأ باعتبار نموذج أفضل من النموذج العشائري البيولوجي فبالتالي هذا النموذج الشرعي الذهني ظهر وانتج لنا الأديان التي استنفذت ولم تعد قادرة على أن تقدم شيئا لأنها لا تمتلك المرونة كافية للتغيير لأنها وضعت نفسها في منطقة القتل بنفسها والمؤمن عندما يقول أن هناك دين صحيح فهذا الفكرة لابد أن هو بنفسه يقتل نفسه بنفسه دون أن يشعر فلابد لها وجود لشيء اسمه صحيح أصلا كلمة صحيح هي كلمة أسطورية فلا لا يوجد شيء من هذا النوع لكن كان ضروري في ذلك الزمان لكي لا يحدث ارتباك وتبادل آراء هناك سلطة موحدة نقبل نقبل بها على علاتها لكي لا نتشتت ونتفرق هذا الأمر هو بأكمل الآن في هذا الزمن أصبح الإنسان أكثر وعيا وأكثر حضورا وأكثر حضورا في المشهد العام وتميز نقصد فهذا التميز أصبح بالأكس ورئيس مال أي جماعة وأي مجتمع كان عدم التميز والانخراض للجماعة والذوبان فيها هو كان الميزة المطلوبة الآن الأمر بالعكس المجتمعات لا تتطور ولا تتقدم إلا بالتميز أفرادها وبعد ذلك جمع نشاطاتهم المختلفة وأفكارهم تحت سقف واحد عام ليس سقفا غيبيا إنما سقفا قابلا لأن يتغير ويتطور وهذا جزء من التطور الطبيعي للإنسان بايلوجيا واللي أصبح تطور ثقافي والدين كان له الفضل في أن أنه قدم 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 نموذجه ولكنه استنفذ وأيضا قدمت الفلسفة اليونانية نموذجها وأيضا استنفذت ولكنها تغيرت بشكل آخر ممكن الدين يتطور ويقدم نموذج ديني آخر لكن فيهم من المرونة والقابلية على التأقلم في أسسه وليس في أركانه وعقائده لا حتى في عقيدته يتغير وفي نصه وفي أنبيائه وفي حواريه وفي شيوخه لا بس فليتغير لكن لا وضمن أساس الحرية الإنسانية وأساس احترام الإنسان وفرديته لأنها أصبحت مسألة لا يمكن في رأي على يعني مهما طال مهما توغلنا في المستقبل لا يمكن على تغيب الإنسان الذي فينا مستقبل كل إنسان هو يونيك حالة نادرة من المجتمع يخسرها جرى تذويبها وتدميرها وجعلها تعمل فقط في صالح جماعة هذه الفكرة فكرة قطيعية لها علاقة بعالم الحيوان وهي من بقايا تاريخنا الحيواني القطيعي وعلينا أن نتخلص منها الدين لم يتخلص منها وحتى العلمانية أيضا لم تتخلص منها النموذج الآن الذي نحن فيه النموذج الفكري والمعرفي الشامل الذي نعيشه تحت تحت ضلاله أو في فضائه جميعا هذا النموذج أيضا ما زال يحمل الجذور الحيوانية القطيعية وعلينا أيضا أن نكافحها الصراء بالتالي حتى لخص الأمور بيننا وبين العالم الذي وجدنا ألف سنة فيه وبيننا وبين بعضنا هو أصبح الآن صراء من أجل التخلص من تاريخنا القطيعي التخلص من جذورنا الحيوانية وهذا ما زالت موجودة بدليل وجود الحروب والخلافات المستمرة فيما بيننا إذا ما نصل إلى اللحظة التي لا نحتاج أو لا نجد في داخلنا حاجة لأن تصارع مع الآخرين في تلك اللحظة سنعرف بأننا خرجنا من عالم الحيوان فعلا وهذا الخروج هو قمة سيكون لحظة النجاح الكبرى التي سيحتفل بها الإنسان ويقول أنا أصبحت إنسانا بمعنى الكلمة إنسانا الإنسان أوبر منشت أو بالتعبير نيتشوي لكن ما أقصد هذا لني نيتشا عندي اعتراضات على طريقته بالتفكير لأنه فيها شيء من الحيوانية أيضا فكل الأحوال أنا أقول أنه النموذج هذا الإنساني لا بد أن نصل له وهذه اللحظة هو هذا السباق الكبير في ديربي ديربي التطور البشري هذا الإنسان هو اللي يسمي هي قلمة تتحقق الروح المطلقة أن التاريخ يتحقق يسير نحو تحقق الروح المطلقة لكن هذا كلام أنا لا لا يؤخذ عليه إنما أفكر بأنه علينا أن نتخلص من الجانب القطئي أو فكرة التثبيت كما أسميها أننا بحاجة دائما نثبت أنفسنا في قالب ذهني أو قالب فكري أو في قناعة أو إيمان محدد ونواصل الاستمرار عليه يجب أن نكون قادرين على التخلي عن أي مقدس وعن أي فكرة ثابتة وعن أي ثوابت ونعترف بأننا قادرون على خلق الثوابت والمقدسات المتحركة التي لا يمكن أن تصبح تصبح حاكمة لنا وليس حاكمين لها أي أن المستقبل الإنسان أن يصبح هو الإله الذي يحكم على الأشياء الأخرى على العالم وليس الثوابت التي موجودة في العالم سواء في الغيب خارج العالم أو داخل العالم ثوابت إلهية ثوابت دينية ثوابت علمانية أي شيء آديولوجية أي ثوابت لا تحكم الإنسان إنما الإنسان هو الذي يحكم الثوابت ويغيرها حسب حاجته وبالتعاون مع بقية أفراد جنسي شكرا جزيلا وآسف وآسف على طالح مع السلام شكرا جزيلا وآسف